العمر بيجري وبيعدي بين فرح ووقات وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحيا أيام بنعيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات وكدهشنا وساعات الحزن بينهشنا وانتو وانتو جواك والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنو لكنكش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز على قد ما تتعد وتدور الدنيا تتحر وتنور تبديك أكثر ما تتصور من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمليم مع حضرتكم رحلة كنوز رحلة السنة دي رحلة بناء لثلاث أركان قائمة عليهم الحياة كنوز بناء الروح الموصولة بربنا وكنوز بناء العيلة صناعة البيوت والعائلات المستقرة وكنوز بناء الشخصية النافعة المؤثرة اللي ليها قيمة في الدنيا والآخرة زاد الروح في البداية اللي بنبدأ بيه كنوز بناء الروح موقف مهم جداً النهاردة من قصة سيدنا موسى مع فرعون النهاردة فيه حوار صعب جداً ما بين سيدنا موسى وفرعون الحوار ده يظهر فيه إخلاص سيدنا موسى بنتعلم منه إزاي الإنسان اللي فعلاً عايز ينفع اللي قدامه ما بينجرش لخلافات جانبية شيطانية هو مركز فيه هدف النفع هدف إيصال الخير تعالوا نسمع مع بعض الأول راح سيدنا موسى مع سيدنا هارون لفرعون فقالوا له القول اللين اللي تكلمنا عليه المرة اللي فاتت فقول له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى فكان رد فرعون إيه؟ بدأ بكل مشاكل الحوار اللي تقتل أي حوار لإيمان لكن سيدنا موسى كان لا يرى إلا الله لا يرى إلا هدف النفع ما يش هقولك حاجة قبل ما أقولك الآيات كان ستيفن كوفي في كتابه The Seven Habits for the Highly Effective People العادات السبع لأكثر الناس فعالية يقولك من العادات دي تقريباً العادة التالتة من العادات السبعة Keep the first thing first اجعل دايماً الحاجة المهمة هي أول حاجة اجعل المهم دائماً مهم سيدنا موسى يعني هيعلمك العادة دي النهاردة دخل على فرعون فرض فرعون قال ألم نربك فينا وليداً فرعون ربيك قال ألم نربك فينا وليداً ولبفت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ففصل لك دلوقتي كل ده قال فرعون وما رب العالمين عرف لما حد يقول لك طب قول قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون عرف لما حد يبدأ يسخن للناس اللي حاوليك عشان كل واحد يطلع له الطريقة ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يبدأ يغلط بقى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين بس التركيز قال أولو جئتك بشيء مبين سيدنا موسى بقى بتقولي أنت هتسجني طب ممكن أقولك على حاجة أولو جئتك بشيء مبين ممكن أوريك آية تدل أن أنا مؤيد من ربنا قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده كان سيدنا موسى أصمر ونزع يده منورة فإذا هي بيضاء للناظرين وهتكمل القصة بس أنا عايز أقف هنا فرعون بيقول له سيدنا موسى وأنت مش مش ألم ربيك عرف لما واحد يقول له واحد والله وكبرنا بقى وبنتكلم ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين وبعدين في موضوعنا وأنت عارفين وحصل زمان وفعلت فعلتك التي فعلت بيقصد لما سيدنا موسى كان بيفض ما بين اتنين بيتخنقفه وكذاه موسى فقضى عليه وفعلت فعلتك أنت قتلت قبل كده وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين أنا مش بنكر هنا الضالين يعني كنت شأصد ما كنت شأصد نعم ده أنا بفض إخناء وده كان قدر ربنا فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم لما فررت بقى فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين وتلك نعمة أنت منها علي أن عبدت بني إسرائيل أنت بتمنى علي أنك أنت ربتني بس أنت كنت بتقتل في بني إسرائيل طيب فرعون لما جي خش مع سيدنا موسى في حتة كده أنت ربناك وانت جاي تتكلم لأ سيدنا موسى رجعوا للموضوع تاني فلو طب قول إلا عندك قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أنت لو فكرت أنت يا فرعون يا اللي بتدعي الألوهية مستحيل تخلق السماء ولا تخلق الأرض لو أنت فعلاً بتفكر بتفكير يقيني إن كنتم موقنين قال اليما مش لاقي حاجة يقولها بقى فرعون فأما يسخن الناس عليه قال اليمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قبل ما تتولد أنت يا فرعون يلي بتقول أن ربكم الأعلى مكان ربنا موجود فهو ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون في حد عائل يقول الكلام ده شايف؟ هو بدأ يقول كلام مهين دلوقت قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقدون عايز أقف هنا مع الناس المخلصة في النقاشات بيتكلم معاها فبتتكلم معاها فبيقول لها بقولك إيه بقى بطلي غباء بقى وخلينا يعني نحل المشكلة دي هم بيتكلموا في مشاكل كبيرة خاصة بعيالهم وهو بيهين دلوقتي هي لأنها نطجة وعقلة وبتفكر في مصيبة العيال قايت له طيب هنشير الشيتيمة دلوقتي دي على جنب وخلينا نكمل في اللي إحنا فيه عشان نشوف مشكلة الأولاد في المدرسة هي عملت إيه؟ هي مش مهزقة هي مخلصة نفس الكلام برضو لو قلت له أنتش فهمك أنت مش عارف في إيه وإحنا بنتناقش قال له طب موضوع أن أنا بفهم ولا ما بفهمش ده بخليه على جنب دلوقتي وخلينا نخلص الموضوع ده اسمه إيه ده ده مسموهش ضعف ده اسمه اتباع لسنة الأنبياء البيوت بتتهدم لما بنقف عن دقواته للحوار كلام اللي جاي ده بتاعه واحد اسمه جون جاتمن واحد من رواد الكلام في العلاقات بيقول أن التاريقة والشخصنة والإهانة والمقاطعة دول بيقتلوا الحوار اللي استخدمهم فرعون وبالمناسبة فرعون من أكتر الشخصيات اللي ربنا ذكرها في القرآن منفرة جدا في طريقتها من طريقته أنه استخدم السخرية ألم نربك فينا وليدا أنت كنت لسه طفل عندنا ولبثت فينا من عمرك سنين استخدم السخرية استخدم الشخصنا وفعلت فعلتك أنت قاتل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين استخدم الإهانة إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فقال لي سيدنا موسى اتهموا بالجنون ودي كلمة لا تليق وكان كل ما سيدنا موسى يتكلم يا قطعو ما ربه العالمين يرد عليه يقول له حاجة ويقوم الناس عليه إحنا لو عملنا كده مع بعض إحنا بنستخدم أسلوب فرعون وبالمناسبة كانوا دايماً يعلمونا إن البيت اللي مفوش كوميونيكيشن مفوش حوار هو بيت المشاكل فيه الحبة بتبقى قبة لأن أي مشكلة بيني وبينك لو إحنا صحاب لو إحنا أخوات لو إحنا متجوزين لو إحنا أهل وعيالهم كل مشكلة تتحلوا بالكلام تتحلوا بالأخذ والعطى تتحلوا إن فيه هلثي أتموسفير بيئة آمنة صحية إن أنا أغلط وإنت تستحملني وإنا أجعلك شوية وإنت تفوت هالي وبعدين نقف مع بعض بعد كده في طريقة الكلام بعد ما نحل المشاكلنا لكن كل شوية بنرمي قواتل الحوار دي ونقف عندها تتسجادة وتطلع غول بعد كده عشان كده سيدنا موسى كان مخلصا في حوار صعب جدا 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 مع فرعون عشان كده اللقطة اللي جاية كانت فيها توفيق كبير لما أدار سيدنا موسى الحوار بالطريقة دي فرعون عمل تصرف في منتقلة العقل حشد الناس يعني عايز يفضح سيدنا موسى ودي كانت أكبر خدمة عملها فرعون ولكن نتكلم المرة اللي جاية إن شاء الله بس المهم النهار ده في كنوز بناء الروح المخلص بيركز في هدفه حماية لهدفه وحماية للعلاقة وبعدين نبقى نشوف بعد كده الطريقة الغلط اللي اتكلمنا بيها قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقنون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم كمان في كنوز بناء الروح النهاردة في مشهد لقطة صغيرة كده دقيقة حصلت في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ممتلئة بالفوائد اللي تغذي الروح كان سيدنا النبي بيحج عليه الصلاة والسلام وكان مركب وراعا للراحلة سيدنا الفضل بن العباس كان رجل شكله جميل جدا فجاءت امرأة وضيئة من خفعم خفعم اسم قبيلة جاءت ست راوي الحديث بيقول كان شكلها جميل وضيئة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هم بيحجوا في يوم النحر يوم النحر ده اللي هو يوم الحج الأكبر وبعد يوم عرفة اللي هو بالنسبة لنا يبقى يوم العيد يوم عشرة ذو الحجة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وهو ركب ورا النبي والنبي ينظر للفضل ويحول وجه الفضل يعني ايه ما تبصش للبنت اللي جاية تسأل فقالت يا رسول الله إن الله افترض الحج على العباد وإن هذه الفريضة أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على راحلة أفأحج عنه قال نعم دي قصة واحدة واحدة كده سيدنا النبي كان بيحج وفي يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عشرة سيدنا الفضل راكب ورا النبي ودائما كرم النبي ولطفه وطيبة قلبه مع كل الناس ولما تقرأ كده في قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تلاقيه راكب وراه عبر حياته خمسة واربعين واحد خمسة واربعين واحد في الروايات يقول كنت خلف النبي كنت رضي في النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ خمسة واربعين واحد طول عمر النبي عليه الصلاة والسلام فالفضل ابن عباس ابن عم النبي ابن العباس عم رسول الله راكب ورا النبي وكان شابه وشكله جميل جدا جات البنت علشان تسأل هو أنا ممكن أحج على أبويا لأن أبويا مش قادر لأنه عجوز جدا معافش يركب الراحلة لو ركب يقع فينفع حج عنه وقال لها نعم أول كنز يملى روحك النهاردة بالوصل مع الله فكرة انشغال البني آدم بأنه يعمل عمل صالح ينفع بيه حد فكرة انه هي رايحة حج بس أبوها اللي في بالها فكرة انه هي عندها عارف لما تصح من النوم كي تقول هو أنا ممكن النهاردة أكرم عباد ربنا اللي هو أعظم مخلوق عند الله هو دايما يقول لك ما شيخنا كده الله خلق الكون من أجلك هو الذي يجعل لكم ما في الأرض جميعا وخلقك من أجله فالمخلوق اللي مخلوق من أجل اللي ده إكرامه هو أحد أكبر أهدافك بالمناسبة عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يصبح على كل مسلم في كل يوم صدقة فقالوا يا رسول الله أرأيت إن لم أجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق طول ما انت ماشي النبي بيقولك ازاي تنفع طب أنا مش هقدر تصدق كل يوم يبقى اشتغل عشان يبقى عندك دخل عشان تنفع نفسك وتتصدق جنب بعض الاتنين قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل لو هو مش بيشتغل دلوقتي قال يعين ذا الحاجة الملهوف لو حد عنده أزمة ولا حاجة لهو ما عنده الشغل النهاردة يبقى بيساعد حد قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل قال تحبس شرك عن الناس برضو الموضوع مرتبط بنفع الناس تحبس شرك عن الناس تلك صدقة منك على نفسك ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات ممكن تقولنا أنواع الصدقات يا مع الصدقة دي مش حاجة بسيطة سن النبي بيقول عليه الصلاة والسلام يبعث المؤمن في ظل صدقته وتسمى العطاء صدقة لأنه يدل على صدق الإنسان لأن الإنسان بيحب كل حاجة لنفسه حب التملك وحب البقاء فلما تعطي لغيرك أنت صادق فسمي العطاء صدقة فقال صلى الله عليه وسلم وكأنه بيقولهم عدوا معايا تبسمك في وجه أخيك صدقة وترشد الرجل في أرض الضلالة صدقة واحد تاية تقوله يمشي إزاي صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة وأمرك بالمعروف لما تشاور لواحد على حاجة صحة يعملها إن شاء الله تكون نصيحة في الشغل يكتب تقارير ويرفعه المديره إزاي تقوله الألوان اللي في لبسه المناسبة على بعض الشيء بشكله حلو كده وينجح مثلا في الانتربيو لهو رايحه وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكة لصدقة بشوف واحد بيكلم أمه بعنفه هو صاحبك وليك عليه كلام تقوله فيه يا عم دي أمك ست كبرت برضو ما ينفعش بمحبة كده ونهيك عن المنكة لصدقة كنز التاني آه ده واضح إن الأموات لأن أبوها كان عجوز وده بيشترك فيه حكمه مع جواز إرسال الأعمال الصالحة للأموات أو الأحياء اللي خلاص مش هيقدر مستحيل يعرف يعمل الطاعة دي فكان نفس الحكم لأنه خلاص سراجل عجز جدا درجته مش يقدر يحج يا أصلا مش فرض عليه لأنه لا يستطيع للحج سبيلا سعيزة تديله الثواب انشغال الأبناء والبنات بأهليهم إما العاجزين أو اللي ماتوا وهنا السؤال هو أنت النهاردة أو أمبارح أو أول أو أول أول بعدت حاجة لحد ميت عزيزة عليك يخصك أو يبعدت له حاجة في قبره دايما ربنا سبحانه وتعالى كان يحكي لنا عن الأنبياء سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدية ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدية وللمؤمنين يوم يقوموا الحساب سيدنا إبراهيم فالنهاردة بعدت حاجة لو أهلك مثلا متوفين ولا جدك ولا جدتك ولا حد من إخواتك ولا واحد صاحبك قريب أو المصريين يقولك شيئي بعدت له حاجة ولا ناسي حتى دعائك في السجود سيدنا حماد ده شيخ الإمام أبو حنيفة يقول ما تركت الدعاء مع أبويا لحماد منذ أمات يعني أنا كنت طول عمي بدعي لأبويا ومي اللي ماتوا لما حماد شيخي مات أبو حنيفة بيقول ما سبتش الدعاء لي مع أبويا ومي فعلى الآل بالدعاء والملائكة تقول لك ولكا بالمثل واللي يفتكر الأموات لما هو يموت الجزاء من جنس العمل ربنا يجعل الناس تفتكره فيتبعت لك أعمال صالحة أنت ما عملتهاش في قبرك ترفع مقامك أو بعيد عنك لو في حد فينا في شدة في برزخه أو في القبر يعني اتبعت له أعمال صالحة تنجي من الشدة دي والناس لبعضها كنز التالت اللي يملى الروح قوي هو حنية النبي على سيدنا الفضل حنية النبي القب القائد الحنين الرسول طب احنا بنحج مع بعض دلوقتي وانت نكب وراء النبي البنت جاي تسأل بنبص لها بعيدا بقى عن سيدنا رسول الله لو أنا كنت مع واحد صاحب انت متخيل نظرة الغضب والتكشيرة والإحباط اللي في وشي وانا مثلا لو أنا مثلا حد بيسألني سؤال فقهي مثلا في الحج وواحد صاحب يبيبص للبنت خير يبصره ازاي أنا نقصك احنا جئيني حج نقابل ربنا سبحانه وتعالى فوت بقى عاوني لي فهو هيتعلم مني دي وواحد تاني يغلط قدامه فهو كمان يبصره بقسوة وإحباط واحتقار ويضيف من عنده يقوله كلمتين في جنابه فيضطرب منينا ناس بتأمر بالمعروف بغلظة سيدنا النبي ما عملش كده سيدنا النبي متفاهم بشرية الشاب ومتفاهم طبع البني آدم أو طبع الرجل اللي ممكن يغلط غلطة زي دي الصحابة الكرام مش معصومين وفضلهم علينا إن أخطائهم علمتنا ازاي نبي كان بيوجههم عليه الصلاة والسلام فيوسع كده ايه وشه إن ده لا يليق لا ينبغي في حضرة الله وفي حضرة الطاعة ولا ينبغي حتى إكراماً للبنت اللي جاي تسأل إن احنا لازم يكون بنتعامل بحياء بس إزاي بقى أوجه كل المعاني دي كان بعمل وشه كده أكيد اتكلم معاه بعد كده بطريقة أرحم وأجمل كمان بس ده الموقف فلو عايز توجه حد زي ما ربنا وجهنا في القرآن للعصى قال له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فوصى إنه يتوب عن طريق إنه قال له ما تيقسش من رحمة ربك اللي بيحبك فما أجمل الرحمة اللي تمنى الروح بالوصل مع الله ومع سيدنا رسول الله والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز في كنوز بناء العيلة محتاجين نفرق ما بين التساهل اللي ممكن يوصل للإهمال في تربية الأولاد وما بين المرونة وإن أنا كن مديهم مساحتهم عشان شخصياتهم تتبني حضرتك مشرفان يا ربا؟ شرفت بحضرتك ونفسنا إنه إحنا تقول إنه من وقع علم التربية إمتى الأهل يبقوا متساهلين والتساهل ده يأذي العيال وإمتى نقول لأ دول ناس مرنة وعقلية ملفتحة وبيربي شخصياتهم مش بيتحكموا فيهم طيب مهم جدا إنه إحنا نعرف نوعين من التساهل في التربية ونشوف إزاي الاتنين دول ممكن يوصلوا للمرونة النفاعة زي ما حدتك بتقول هنبتدي بالPermissive Parenting وده الأهل المتساهلين بالنوع المتعرف عليه جدا اللي بيدلع اللي مفيش حدود ما بينه وما بين ولاده اللي دايما أصحاب ولاده وبيحسدوا ولاده عليه Permissive Gaming Permission يعني بيدي إذن لأي حاجة؟ موافع لأي حاجة ده لو هنحط له شعار أكنه شعاره اعمل اللي أنت عايزه المهم نكون صحابه ده كمان انتشر أكتر مع الفهم الخاطئ للتربية الإيجابية بقينا فاهمين إن إحنا ما ينفعش نقول لأ على حاجة وقال اللي هو عايزه والمهم إن إحنا إنه بقى صحابه عشان شخصيته عشان نبني الشخصية طبعا ده فيه مشاكل كتير جدا وهنتكلم عليها بتفاصيل أكتر الأهل اللي من النوع ده بيبقى توقعاتهم قليلة جدا من ورده يعني فاكرينا إنه أهم حاجة إن إحنا نبقى صحاب إنه هما يبقوا مبسوطين مش متوقع منهم حاجة عايزة تجنب أي مواجهة معاه يعني مش عايزة أقول لأ فندخل في ليه عشان والعائل تزعل والعائل تزعل وهقولي لما يزعلوا لا إحنا من الأول كده خلينا قاع على كل حاجة مش قادر تروح المدرسة مش مشكلة ارتاح مش عايزة تطلع تسلم على قريبك اللي برة طيب هقولهم إن إنت نايم مفيش مشكلة خالص في أي حاجة المهم إن الطفل يبقى مبسوط ده البرميسيف اللي بيدي الإذن على أي حاجة مو من بقى صحاب أحب أفكر أي حد بيتبع الأسلوب ده وفكرنا كلنا إنه إحنا مش دورنا الأساسي إن إحنا نسعد أولادنا دورنا أكبر بكتير من إن إحنا نسعدهم وأقيم بكتير من الدور ده عكس اللي تكلمنا عنهم بالزبط Uninvolved Parenting الأهل الغير مشاركين دول النوع التاني دول النوع التاني شعرهم أنا مش فادي أنت مع نفسك ده مش معناه إنه هو ما بيحبش ولاده لأ هو بيحبهم لكن عنده أولويات كتير قوي بتتضارب مع ولاده راجع من الشغل تعبان جداً مش قادر يشارك في أي حاجة في أي حوار معه قاعد لكن مركز في تليفونه كتير قوي بيكونوا ما عندهمش نية تغيير حاجة في حياتهم عشان خطر ولاده يعني عايزين يكملوا اللي هما بيعملوه والولاد تدخل تعمل اللي هما بيعملوه خلاص لكن مش هنوقف ونغير حياتنا عشان بقى دلوقتي فيه ولاد فمحتاج أغير حاجات من حياتي أو أغير طريقتي في التعامل أو أغير اللي أنا بيعملوه في البيت لأنا هكمل زي ما أنا وهما يعني يصرفوا حالهم جنبي أنت مش بتنفي الحب عن الأهالي دول لكن أنت بتقول إن فيه أولوية عندهم تانية غير الأولاد تماماً وهما كتير قوي ما بيكونوش حاسين بالضرر ده هو حاسس إن هو أعمل اللي أنت تعمله أنا مش فاضي أنا بعمل اللي أنا عايز أعمله ومفيش مشكلة بعد ما كأننا اكتشفنا أو يعني أدركنا حجم خطورة إن الواحد يبقى متساهل أو مهمل في التربية هل فيه حدود معينة لو أنا خدت بالي منها أبقى أنا كده برعة وبربي وده ما اسموش تساهل ممكن يبقى كده ده اسمو مرونة قرب بس لا ده مش إهمال لو خدت بالي من الحاجات دي فيه خمس حاجات لو عملناهم نضمن إننا أيمين بدورنا في رعاية أطفالنا عاطفياً أول واحدة التواجد إن الأب والأم متواجدين مش موجودين متواجدين موجودين بجسمهم حضرين وحضرين بعقلهم مع ولد اتنين الملحظة أبقى ببص على ولادي وشايف هم مين وبقول لهم ده عشان هم بيكونوا هم مين عن طريق بيشوفوا شخصيتهم بعيني أنا بالضبط دي الطريقة اللي بيفهموا بيها نفسهم بيفهموا بيها هم مين بيحبوا إيه ما بيحبوش إيه مميزين في إيه ثالث واحدة القوانين والعواقب لازم يبقى عندي قوانين في البيت ولازم يبقى عندنا عواقب متفق عليها ومفهومة لتصرفاتنا لما حاجة بتحصل بصورة معينة أنا مش موافقة عليها في عواقب الأفعال دي الأطفال محتاجين للقواعد اللي من النوع ده رابعة واحدة الحب لازم أسأل نفسي أنا بعبر إزاي عن حبي ليهم هي دي الطريقة اللي هما بيفهموا بيها الحب ولا لأ طريقة تعبيري لحبهم مناسبة لسنهم مناسبة لإحتياجاتهم هل بقول بحبك هل بحضنهم هل موجود لما بيحتاجوني بفتكر مناسبتهم وبجميلهم مثلا ممكن بالهدايا في الأوقات اللي زي دي هل لما بيلجأوا لي أنا فعلا موجود ولا لأ كل دي تعبيرات بالحب الأطفال محتاجينها ومحتاج أعرف ابني بيفهم محتاج أنهي لغة من لغات الحب طبعا خامس واحدة التعامل مع المشاعر محتاج أفهم هو زعلان من إيه إيه اللي بيخوفه إيه اللي بيحمسه من غير أي إصدار أحكام أفهم إيه اللي هو محتاجه مني أحكي له عن تجارب عندي ممثلة للحاجة اللي هو بيعدي بيها نجحة أو فشلة لكن أنا كله نابع من إن أنا بخلي بالي من مشاعره وطبعا من غير ما أقوله دي حاجة تفهى ما تستهلش أو الولاد ما بتزعلش أو ما بتعيطش على الحاجة دي بشكر حضرتك يا ربا فرقتنا ما بين التساهل والإهمال وما بين المرونة وإحنا بنحاول يا جماعة أن إحنا نلجأ زي ما ربنا قال فسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وربنا يقدرنا أن إحنا نحسن تربية ولدنا وإما نتسائل بين قدينا ربنا سبحانه وتعالى وحد يكون عامل حاجة طلع جيل نافع وربنا يصلح الحال في كنوز بناء العيلة عايز أدردش النهاردة مع الآباء والأمهات في مثل شعبي المثل ده بيتقال في سياق كأنه إيجابي يدل على الحنان اللي جوه قلب الأم أو القب سوى الحقيقة المثل ده فيه معنى محتاجين لنا التفت ليه المثل بيقول أدعي على ابني وكره اللي يقول آمين المثل ده غالبا بيتكلم على الأمهات وأنا مش عايز أخص الكلام للأمهات النهاردة أكلم الأمهات والآباء إن ساعات الواحد ممكن يبقى عنده فعل سلبي لكن باطنه في قلبه نية جميلة فلا يظهر منه إلا الفعل السلبي والعيال ما تشوفش الباطن القلب اللي وراء نية جميلة وأنا مستعد أحلف مئة يمين إن أغلب 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 الأباء والأمهات ما عندهمش كل إن شاء الله ما عندهش نواية وحشة تجاه أولادهم لكن ساعات النية الطيبة لا تكفي لازم النية الطيبة يوافقها عمل صالح وإلا الدبة اللي قتلت صاحبها لشان كان فيه دبانة على راسه هي ضربته بالحجر لشان تموت الدبانة الدبانة طارت ورأسه تعورت وراها نية طيبة بس وراها سلوك مش سليم فالمثل بيقول أدعي على ابني واكره اللي يقول أمين أنا محدش يقول أمين وأنا بدعي على ابني أنا بدعي من ورا قلبي ما هو الإبني ما خدش باله إن الكلام الشديد اللي طلع في صورة إن يبستعين بربنا عليك ربنا إلا أنا بكبرك تتعلق بيه وبطمنك ليه بطلب منه حاجة ضدك بس أنا قلبي من جوه بيقول لأ هو حد يقول أمين ده أنا بقول أي كلام أي كلام فيه ربنا إزاي علشان كده كان يقول جبران خليل جبران كان يقول ما بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع كثير من روابط المحب أنا ما كنتش أقصد أدعي عليه بس الولد سمع دعاء من الأم أو الأب عليه ما عرفش يفتش جوه أنا مش قاصد والله أو مش قاصد أو حد يقول أمين عشان كده ساعات كتير إحنا كأهالي نقولي أنا بهزقه تهزق ابنك كده ليه بطريقة مهينة أنا بهزقه عشان يتعلم عشان ما حدش يهزقه بره أنا هزقه عشان يفهم آه ما هو حضرتك أو حضرتك لما هزقتي عشان يفهم حس إن سنده بيهزقه ويعمل زي ما مكتوب على السوشيال ميديا تألمت فتعلمت فتغيرت طيب وليه الإهانة؟ ممكن الحزم والفارق ما بين الإهانة والحزم إنه بتكلم بنفس الطريقة اللي فيها قوة بس الحزم بشاور على التصرف إنه غلط والإهانة بشاور على ابني إنه معيوب عشان كده طلع منه التصرف الغلط فأنا بهينه عشان يفوق بدل ما حد يهينه بره ما إحنا لما هناه في البيت ما بقيناش ملجأه ولما تهان بره ما عارفش يرجع يحكي لنا لأن إحنا مش ملجأه لأنه متهان في البيت عارف لما بمسك ابني ولا بنتي قاعد قارن بينه وبين حد بره شوف فلان أحسن منك مئة مرة ده ضفره برقابتك ما تقوم كده زي ما هو قام هو بيفقد الصورة الذاتية بتاعتك لأن العيال بتشوف قيمتها في عيون أهليها أكبر كيان بالنسبة لأولادنا هو إحنا فلما أنا بقى شايف أن أنا ياريتني كان ابني يبقى واحد تاني أجدع منك وأشطر منك ومهتمة أكتر منك بدرسته وشكله ورياضته فيشعر بالإحساس اللي دايما بيحذرنا منه علماء النفس I'm not enough لسته كافيا أهلي أنا مش مكافيهم يفرحوا عشان كده بيشاوروا على عيال تاني أحسن مني كل الحاجات دي بتخلي الصوت الداخلي لما نكبر إحنا لما العيال تكبر يعني صوتهم الداخلي هو صوتنا اللي كان في ودنهم هم بيعلمونا بتوع التربية كده الكلام اللي بقوله لعيالي هو حدثهم الداخلي اللي بيكلموا بيهم بي نفسهم لما يحصل لهم أزمة أو يحصل لهم موقف قوي أنا بويا كان بيقول لي إيه أنا أمي كان بتقول علي إيه أقوى من الحياة وأد الحياة وجدع وبحاول ولا موكوس وربنا يخدك ويريحني ولا ربنا يخدني ويريحني منكم بس هو حد يقول أمين إحنا ما نعملش كده في بيوتنا إحنا سيدنا النبي قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وبيبقى الصمت هنا عبادة لأن قول الخير عبادة والنبي قال لي آه وعمل فالنبي مش هيشاور على شر عندي خير هقوله ما عنديش يبقى الأخير منه إني أسكت بدل ما أقول حاجة فيها أذى ويوصي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم ألا تصادفوا لحظة أو وقت عطاء من الله فيستجاب لكم ينهى ربيات والواحد ما يسمحش نفسه بعد كده لما يبقى بيدعي على حد من عياله وبعدين يحصل حاجة هو ما كانش يتمناها وفيه هنا نفتة مهمة في المثل بتاع أدعي على ابني واكره اللي يقول آمين لما أنا بابا أو ماما أستعيم بربي اللي أنا نفسي ابني بقى ليه علاقة بيه وعلى فكرة مهما كانت العيال عندها شوية غلاسة وسخافة وساعات أسوأ على الأهل بس منترسخ جوه الولاد والبنات وقضى ربك أن لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا وكلنا بناخدها في ابتدائي في المدارس وعندنا حاجة كبيرة قوي إن ربنا يشوفني مزع على أبويا ولا أمي حتى لو أنا مندفع ولسه مش ناضج سفي الآخر أنا ليه في الأرض أبويا وأمي ولو أنا ولد صغير ولا بنت وليه ربنا فلما يبقى مصدر الخير اللي في حياتي لأنا ساعة بغلط في حقه وأنا معترف إن في عيال كتير بتقسى على أهلية صبابة وماما غبانين وكمان طلبوا من ربنا إنه يغضب علي عارف دي المفروض أنا لو زعلان من عيالي أشاور لهم أقول لهم أنتم زعلاني اطلبوا من ربنا أن يصلح العلاقة بيننا وبين بعض لكن لو أنا استعنت بربنا على الولاد عارف يحصل شيء كده يحسنوا لوحدهم عارف الكلمة المشهورة قلبي وربي غبان عليك لو قالها أب ولا قالتها أم طب العيل هيروح في إيه يقف بين أيدينا ربنا لو كنا بنحاول نعلم ولادنا الصلاة يسجد يقول لنا ربنا إيه لو الأم والأب جزموا إن ربنا غضبان عليك عشان أنا غضبان عليك آه في عيال بتقل فعلا من أخلاقها ومن أدابها على الأهل سحنا دورنا كأباء وأمهات إني أحتوي ولادي بالذات لو سن صغير بالذات لو سن صغير ومن همش في الدنيا غير أحتويهم بغلطهم وشولهم على الصح وصدري التسع لتقبل فلتتهم الأخلاقية من غير ما يجيب سيرة ربنا إني بقول له يا رب يا كبير يا عظيمي انت أمني منه ولا وجعه زي ما وجعني لا إحنا مش بندعي على عيالنا بل إحنا بندعي العيال ويبقى إبني ولا بنتي مزعى لني قول له يا ابني ربنا يصلح حالك ويهديك وقولها من قلبي مش هقولها بالطاقة سلبية روح ربنا يصلح كأني بقى لا لا زي حسبنا الله ونعمى الوكيل كده اللي فيها شيء من الهجوم لا أنا فعلا لو اتكسرت من ابني ولا بنتي يقول يا رب اصلح لي حاله وهو يشوفني وأنا بلجأ لربي إنه يصلح اللي بيني وما بينه مش ألجأ لربي إنه يقذيه فإحنا مش بندعي على عيالنا أدعي على ابني وكره اللي يقول آمين ياريت ما يبقاش في بيوتنا لإن ولادنا هيسمعوا الدعاء عليهم مننا كأهل وممكن ما يخدوش بالهم هو أنا باطني وقلبي في إيه إحنا ندعي لعيالنا إن ربنا يصلح حوالهم ويهديهم وده من دورنا ومن حنيتنا كأهالي وربنا إن شاء الله يصلح دايما ما بيننا وبين ولادنا والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز من خبرة حضرتك يا دكتور إيهاب في إدارة الشركات جلنا مشكلة مرتبطة بالإحساس السلبي لما غيري بيترقى وأنا بفضل في مكاني بس صاحبة السؤال سؤالها نقي جدا بتقول إن أنا عندي صحاب في الشغل اترقوا بقوا في position أعلى مني هم ناس كويسة جدا وعمرهم محسسوني بشيء من الكبر وإن أنا متعطلة وهم سبقوني لكن غصبا عني لما بشوفهم بداي لأن في الآخر لما هم ترقوا أنا حسيت إن أنا متأخرة أو إن أنا فشلة فالسؤال هنا إزاي أعرف أحافظ على نفسيتي ما أش فيها سموية أش فيها حقد وطبعا عني سؤال تاني لو واحد بقى بيسأل طب اللي بيحقد عليها عشان أنا ترقيته أنا ما عملت لهش حاجة فنبدأ الأول إزاي الواحد يعرف يحافظ على نفسيته في الشغل وشايف الناس بترقى قدامه هو متأخر شوي حقيقة أنا أعتقد إنه الإحساس اللي السائلة الكريمة بتسأله وهو إحساس يعني طبيعي لو كان مقياس النجاح هو في الأفضلية بيني وبين الناس مين فينا الأفضل مين فينا الأسبق يبقى صح شيء طبيعي يحصل كده لأنه في الآخر لما نتفرج على تنافس رياضي وحد عايز يرفع عالم دولته وياخد المدالية الدهبية فلو اللي جنبه سبقوا بثانية معناه أن أنا فشلت في الهدف بتاعي إني أعمل كده وقده إحساس طبيعي يعني ولكن في الحياة بوجه عام هي مش تنافس رياضي الحياة وفكرة التنافس الكتب فيها كلام حلو قوي وتقال فيها كلام جميل أولاً عايزين أقول أنه فيه فرق ما بين التنافس والعداء فالتنافس تجانس والعداء إيذاء تجانس وإيذاء يعني إيه الكلام ده يعني أنا لما أكون بتنافس مع أحد فحاجة إحنا فيه بنا وبين بعض التجانس بنلعب مع بعض لعبة لها قواعد وحدة ففي البيزنس حضرتك بتعمل حاجة أحسن مني فتتفوق علي فأنا هعمل حاجة في البيزنس أحسن منك فتفوق عليك فإحنا بنشتغل مع بعض سوا في حدود اللعبة ده كده شكل اللعبة شكل البرصة شكل الشركة شكل تنافس والعملية تنجح يعني ولكن إذا مثلا في موات شكورة واحد خرج بره حدود اللعبة ورح حاطت رجليه وكاس الرجل اللي قدامه هنا دخلنا من حال التنافس إلى حال العداء لأن العداء إيذاء إيذاء فالأول هل أنا عندي إحساس تنافسي مع الناس ولا إحساس عدائي مع الناس فلو كان عداء يقوله ارجع لأصول اللعبة عشان نتكلم في التنافس وده اللي أنا لازم أرد عليه لكن لو كان مش قادر يخش ده وبيفكر أنه أنا عايز أزي فلان وفلان بيزيني هنا بنتكلم في حال عداء وممكن بقى نتكلم فيه في قوانين وحاجة تانية أخرى طب التنافس بقى هو نسمع كده يقولك صراع الأقران اللي هو اتنين بعد عن بعض وبعدين لما نقربه من بعض نلاقي واحد أطول من التانية وغزبا إحنا بشر فهنحس إن واحد أطول من التانية فيه أفضل فيه حاجة قالت أهو لما قربه ها لما قربه فحتى ينصح الأباء والأمهات ما ينفعش تقول هو أنت بتعمل كسا وأخوك ما بيعملش فده أنا عملت إيه عملت مقارنة فينشأ صراع الأقران فالقائد أو القائدة المديرة أو المديرة اللي لسه ما عندهمش حكمة القيادة ممكن يبتدي يقارن هو أنت دايما تقريرها غلط وفلانا تقريرها صح دايما فأنا بعمل فسراع الأقران فده هنا لو بنكلم القادة وفيه كلام جتير ولكن أنا بقى جواي مهم قوي إن الإنسان يتكلم مع نفسه ويقوله وأنا فكرة التنافس في حياتي التنافس على ثلاث اتجاهات فيه منافسة الغير ودي مشهورة جدا 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 فالأستاذ مصطفى نجح لو أنا بنافس الغير يبقى أنا فشلت لأن دماغي مشي بما يسمى بالعقيدة الرأسية كان على الروحة الواحد وقلت له أنا عايزك ترتب الناس مهندس مقاول عامل رتبهم لي فرعا مهندس هو تحتي المقاول وتحتي العامل لا اسمه عقيدة رأسية يفكر في الناس من فوق لتاعد ولكن صاحب العقيدة الأفقية يحطهم جنب بعض بأي ترتيب ما تفرقش لأنه شايفهم كلهم حاجة واحدة مهمين في المنظومة وقع توقف من غيرهم التلاتة لو أنا عندي العقيدة الرأسية وبنافس الغير فنجاح أي إنسان فشل ليه يسوي فشل ليه على طول أنا اتأخرت بسببه وبالتالي ياريته ما ينجحش فينشأ الحتة دي ويبتدوا أهل العلوم الاجتماعية والدراسات النفسية والإدارة يتكلموا كتير عشي خطر يصلحوا في الحكاية وبعدين نشأ حاجة شوية أرقى من كده وهي منافسة النفس ويقول لا تسعى لتكن الأفضل ولكن يسعى لتكن أفضل لما تشيل الألف واللام فبقيت أنا بقارن مع نفسي الله طيب ربنا سبحانه وتعالى وفق إنسان وجاب مية في المية السنة الله السنة الجاية يعملين ما هيروح فيهم يعني في الأدب وفي الفلسفة في حاجات اتكتبت زي كده المثال اللي عمل تمثال رهيب وبعد مواصل كأنه أقرب إلى حد الكمال كسروا لأنه في الآخر طبا نعمل إيه بكرة هروح فيهم بعد كده فمنافسة النفس أحيانا تخلي الإنسان يحبط من نجاحه الله وبعد ناس يقوله وإزاي الناس اللي نجحت قوي 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 دي في الآخر بتكتائب ويحصل لها إيه ومين بيهنتحر نسمع كلام زي إيه ده يحصل فكأن في منافسة الغير بتحطني في مأزق كبير جدا ثم مرحلة تانية اسمها منافسة النفس حلوة وبنشاور عليها وكده ولكن فيها شوية يعني مشاكل صغيرة فيها حمل ولكن في مبدأ راقي جدا آخر مرحلة فيهم وهي مبدأ منافسة الهدف اللي بينافس الهدف ما عندوش أي مشكلة مع الناس ولا عندو مشكلة مع نفسه هو 97% مش هتغلبني فأنا مشكلتي مع 97% ولما تغلبت تغلبت لل 97% ولما غلبت غلبت 97% فالجان بيجاب 98% فريقش موضوع هذا والأنا السنة اللي فاتت جبت 98% فريقش أنا هدفي النهاردة إيه ومنافستي مع الهدف هذا المعنى الراقي نشوفه مطروح بشكل محترم جدا في الأوساط الأكاديمية والمهنية الإدارية الراقية نافس الهدف ويتدي كلمه على كي بي آي ويتدي كلمه على تفاصيل كده زي حط الهدف وصيه لو الإنسان فكر إنه في رحلة حياته دايما هو في حال تنافس مش عداء فهو خرج بره إنه يأذي لغير أو يأذي نفسه وإذا ارتقى من وجهة نظري من حال التنافس مع الناس إلى حال التنافس مع النفس ثم إلى حال التنافس مع الهدف فمن وجهة نظري هذا أدعى لسلامة القلب الله تعرف حضرتك وأنت بتكلم معايا كده استحضرت كم من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلى الهدف إرضاؤه لمجموعة الناس أو بعض أو مجموعة تانية الهدف الجنة ما تكلمش علينا تتكلم أنك أنت عينك وفي ذلك ذلك المشهد ذلك المقام ذلك الفوز الإنساني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما حطش بيننا وبين بعض الشيء من التنافسية اللي تعمل عدائية عشان لو واحد سبقني ما احنا كلنا رايحين معيني على الهدف مش على البني أدمين كبير بتنورنا يا دكتور إهاب ربنا يعلمنا يا ربنا يعلمك دايما شكرا يا دكتور إهاب شكرا يا فنان أزمة معينة بيعدي بيها بعض الناس وساعات بتعدي بيها بيوت محتاجين نعيد النظرة لها لو احنا في كنوز بناء الشخصية فمهم إن شخصيتك تحتوي على عقيدة سليمة تفسر بيها الواقع خلينا أقولك الأزمة دي إيه الأزمة دي إنك أنت واحد يظلمك أو يأذيك أو تبقى أنت ماشي في سكة ربنا وهو ظاهر وبعيد عن ربنا والدنيا ماشي معاه أنت الأمين وهو الخائل وهو اللي معاه الفلوس وهو اللي الدنيا بتكبر معاه أنت اللي بتمدي إيدك للحلال وهو اللي بيمدي إيده للحرام وهو اللي ممكن يكون مستقر أكتر قدام عليك خلينا أرى لك مشكلة بعتتلي بتلخص الموضوع ده ليه ربنا بيعاقب الشخص اللي بيدي وبيرعي زوجته وأولاده وبيحافظ على بيته وبيحارب علشان يرضي ربنا وبيكافئ الإنسان الخاين والكذاب ويخليه سعيد في حياته مع إنه داس على ناس كتير لكنه عايش مبسوط خليني أفكرك إن العقيدة مجموعة الأفكار اللي في عقلك وقلبك تجاه ربنا هي النظارة اللي بتفسر بيها الواقع فيه واقع وفيه تفسير الواقع يعني فيه واحد دلوقتي سايح في دمه مقتول واحد شايفه مهزوم مقتول وواحد تاني شايفه شهيد أحياء عند ربهم يرزقون عقدتك هي اللي بتفسر الواقع واحد بيدحك ومبسوط وقاعد فيه متنغنغ ومتريش وواحد تاني عمال شغال وبيكافح ده شايف ده مستريح قوي اللي متنغنغ ده وشايف ده غلبان قوي والدنيا جاي عليه ده تفسيره للواقع واحد تاني بيقول لا لو اللي قاعد في النعيم ده من حلال يبقى ده نعيم ولو ده مش من حلال يبقى ده جحيم لأنه بعده عن ربنا والتاني اللي بيكافح ده لو بيكافح من حلال ده تمام النعيم وإحساسه عند ربنا معاه وفي ظهره وبيساعده على لقمة العيش الحلال فتفسيرك للواقع حسب عقدتك لشان كده عايزين ناس تدعي مجموعة عقائد للي بيسأل ليه ربنا موسع على الخاين الكداب والتاني الكويس اللي ضقت ظلم ممكن يكون بيقاسي في الحياة رقم واحد العقيدة الأولانية مش كل الناس عايزة ربنا في ناس عايزة الدنيا بس وربنا اللي قال كده في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة لهالدنيا بغض النظر ربنا راضي ولا لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة الآخرة رضى ربنا وجوار النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام وبرضو الانبساط في الدنيا مدى من حلال لكن المهم الآخرة ما تضيعش ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك واحد خد من الدنيا لأنه مش عايز غيرها وواحد ياخد إن شاء الله الدنيا وياخد الآخرة افتكي القول سيدنا عليه ابن أبي طالب إن الدنيا ارتحلت مدبرة الدنيا بتخلص وإن الآخرة قادمة مقبلة ولكل منهما أبناء فكونوا أبناء الآخرة انبسط في الدنيا بس من غير ما تضيع الآخرة اللي هي أمك التي تتوجه إليها فدي أول حاجة حاجة تانية ربنا في القرآن بيقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون كل واحد اختار اتجاهه في الحياة واحد اختار إنه يشتغل اجتهد يبني نفسه بيته وطنه من حلال واحد تاني اختار إنه هو يقوش ياخد أي حاجة تيجي قدامه من حرام من حلال قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبايا للرجل من أين اكتسب المال من حرام أم من حلال من تجار حرام أو من الدوس على رقاب الناس فلازم تبقى عارف إن كل واحد مختار طريقه عشان كده لما ربنا تكلم عن الحساب يوم القيامة قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الطائر كناية عن المصير وليها قصة كده عند العرب زمان الطائر كان يرمو الطائر لو مش يمين يمشي يمين مش يشمال يمشي يشمال فأيه كأن كل واحد اختياره متعلق في رقابته وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة فالشخص اللي اختار اللي هو زي ما حضرتك تفضلت بيدوس على الناس وبيجدب وبيغش وبيخون وشكلها ماشية معاه ماشية اختار هو اختار وبكرة هيتحسب على اختيار ده وإنت اخترت ترضي ربنا سبحانه وتعالى وهنا تنقل معاك لعقيدة الثالثة تحكمش معلش هضرب لك مثال تحكمش على الفيلم من لقطة المؤمن عنده حياته مع الله دنيا وقبر اللي يسمع حياة البرزخ وآخرة والدنيا نفسها فيها وتلك الأيام نداولها بين الناس والدنيا فيها نفسها لتركبن طبقا عن طبق فخسارة انك انت تحكي القصة كلها وتقوم حاكم عليها من لقطة يكون فيها البطل مثلا يكون مهزوم في اللقطة دي بس النصر يقينا في الآخر دي لان فيه لقطات في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أبو جهل والأبو لهب بيدحك وبيشرب الخمر وبيأكل اللحم والمؤمنين بيتعذبوا وبيعانوا مع سيدنا رسول العيس والسلام اللقطة دي لو خدتها تقول فين ربنا وده اللي نزل فيه قرآن بالمناسبة لما الصحابة حصلت فيهم مقتلة شديدة في غزوة أحد بدأ المنافقين يقول فين بقى ربنا مهلوا ربنا كان بينصركم ما كانش سبكوا تتلوا كده فنزل القرآن أم حسبتم أنت دخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا يعني استدعي انتبه استدعي المعتقد اللي بتفسر بالواقع ألا إن نصر الله قريب ولما في غزوة الخندق كان فيه عشرة تلاف مقاتل والمؤمنين كانوا تسعمية ألف في العدد ده لدرجة أن هم كان صعب جدا لأن حد فيهم يديه ظهره وقفين بيحربه بينهم وبين المشركين تلاتة متر حفرة كبيرة حفروا اسمها الخندق ومن كتر الحصار لا يستطيع أحدهم أن يذهب فيقضي حاجته لو تلف كده ممكن يتضرب عليه سهم أو لحاجة والمنافقين يقولوا إيه ده فين ربنا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا غرور يعني خدعة حاشاه لله أن يخدعنا سبحانه وتعالى وكان النصر لينا في الآخر لأن هؤلاء الناس ممكن يبقوا يجي الدنيا تيجي عليك معلش فلقطة كده وبعدين العاقبة للمتقين هنا بقى كمان في حتة معتقد أخير تشوف بيه الواقع ما تقولش إن ربنا بيعاقب الطائع وبيكرم العاصي كفى بإكرام الله للطائع أن جعله من أهل الطاعة كن إن ربنا يأذن ليك ويسمح لك تكون أنت اللي بتطلب من حلال وبتكتهد في الأمة تعيشك وبتحافظ على أهل بيتك وبتبني في نفسك ووطنك إيه ده؟ ده واحد بيفني حياته في طاعة ربنا وفي سبيل ربنا التاني اللي ماشي غلط ده هي دي حقيقة الإهانة بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أنت منهم وكثير حق عليه العذاب هو اختري بعد ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وهنا في القرآن في موضع سجدة فأنت مكرم أنك أنت ربنا أذن ليك بأنك أنت تسلك طريقه فالحمد لله الذي أكرمك بطاعته وما تحكمش على حياتك من لقطة في سنتين ثلاثة أربعة خمسة وساعات ممكن ما تحكمش على حياتك من الدنيا كلها لأن لسه الآخرة خير وأبقى المؤمن موصول بربنا في دنيا وقبر وآخرة والكريم من أكرمه الله بطاعته إن شاء الله دايماً استمرار ربنا يفكرنا بهذه العقيدة عشان نفسر بيها الواقع اللي حولينا ودايماً أشوفكم في نصر وسطر وهداية وصحة وعافية دور بعيونك وبقلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس دور هتشوف الخير ألوان في حكام وقالوها جذبنا زمان وفي نور السنة وفي القرآن كمزات الأرض والدنيا درا من اللي ما فيها مليانة مليانة لكن مش ممكن تلاقيها من غيرها ما تعوز والدنيا درا من اللي ما فيها مليانة مول لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز على قد ما تتعد وتدور الدنيا تضحك وتيور تبديك أكتر ما تتصور من فضل الله اشتركوا في القناة